ينضم لنا عبر الهاتف الدكتور عادل قريم الناقد الرياضي الكبير مساء الفل على حضرتك وطبعاً نهارده أكيد في أحداث مهمة جداً سواء في كاس مالك أسفانيا أو في البريمير ليك مساء الخير يا سيمة وأحبتي عالم كل مشاهدي وزي ما قلت يا وفعلاً نهارده صهرة تروية ديس المالك أسفانيا صحيح خلينا نبتدي بالكلاسيكو كلاسيكو ما بين ريال مدريد وبارسلونا نهارده على ملعب سان تياجو في كاس المالك أسفانيا شايف اللقاء ده هيكون ازاي أكيد دماغش طبعاً بالتالعادة الكلاسيكو هو أهم مرة دايماً في عالم كورت القضان فأي وقته في الوقت هو النهارده قدش القيام قبل المحيث كاس مالك أسفانيا من مرات الزحاف في سانتنون تتعادل واحد واحد صحيح فأكيد مبورة مشروحة على هذه الاحتمالات ومبقش كبيراً مهم جداً لأن يمكن في الزوري بارسلونا مفتعد شوية في القمة ومشكل كويس فأكيد فرصة كبيرة لريال مدريد اللي هو يستعيد ثقته وأنه هو ينفذ بشكل قوي جداً على بطولة الكاس صحيح وأعتقد المبورة كالعادة دايماً بردي تلاسة ومتعاش توقعات لكن أعتقد المبورة مبيرة ومتعلم يمكن محلياً ده الفرصة الوحيدة لريال مدريد أنه يصالح الجماهير أو يهديهم حاجة في الموسم الحالي محلياً بالضبط لأن الفرق كبير في الزوري فرق حوالي 8 نقاط في الزوري فالفرص صعب جداً ما هو يتعود في الفترة اللي جاية لكن في الكاس فورسة كويسة جداً من ريال مدريد وأكيد لو وصل من فايمل على حساب بارسلونا ده يبقى ثقة كثيرة جداً من جمهور ريال مدريد في الموسم الحالي صحيح نروح بقى لقاءات البريمير ليج والنهارده لقاء لابر بول أو صاد وعد فرد شايف اللقاء ده يكون ازاي؟ اللقاء مهم جداً طبعاً من لابر بول لأن الفرق لسه في ضرط التغاري لكن الفرق مع مانسيكي أطلح موقتة واحدة فما فيش مجال في الوقت الحالي صحيح أي نقط من لابر بول لأن أكيد الجمهور اللابر بول يعني إحلم بلقب الدوري اللي بقى هو 29 سنة ما حاوله أكيد بالضبط والمباركة ما نفق أنفلت فأعتقد ما فيش فرصة من اللي بيكوني بقى أي نقط خالص في المرحلة دي فما عمدش مهم جداً يمكن في آخر أربع لقاءات لابر بول ضيع نقاط كثيرة بسهب ثلاثة تعادلات بالضبط في النقط يعني فرق كان ممكن يوصل لسبع نقط مع سيتي ولهذا أحنا النقطة واحدة فقط صحيح طيب الانتقادات اللي بيانالها محمد صلاح نجم ومنتخبنا الوطني الأول في الفترة الأخيرة دي شايفها إزاي آآ مش يعني أنا شايف الموضوع عادي لأن صراح دلوقتي أصبح من اللعيبة من الفاة الأولى في العالم صحيح في كاتجري وان يعني مع زي وزي كالسانة نالدو وميرسي طبيعي ناس منحظر منه الأفضل في كل مباراة لكن هو أعتقد صلاح نفسه بازمش باصص الموضوع بالشكل ده وهو يريد انتلوب يعني مش هساعة هو بيش بيبقى انتقاد على قد وهو بيحفظ صلاح أنه هو يقدم الأفضل من كده وأعتقد أنه هو ان شاء الله يقدر يركع وعودنا أنه هو ده من وجهة بواتفرد بيقدر يساكل في كل مباراة بواتفرد ساكل فان شاء الله يكون من النهاردة كمان يقدر يساكل بيساكل أكلب ليه كان تصريحات النهاردة بينتقد فيها الجماهير آآ هي برضو مش مشاكرة انتقاد للكماهير هو وفكرت أنه هو عايز الكمبور يقف على الفريق بشكل مستمر يعني وعايز أن الناس ما تضغطش على اللعيبة أو كان بيقول أنا مش عايز اللعبة تحس نهاية حتى ضغط يعني عايز اللعبة دايماً تلعب كل مباراة والهدف فتاحها ليه تكسب لكن مش عايز يحس نهاية ضغط كبير من الكمور على لعبته لأنه طبعاً لأتي في أهم مرحباً ممشن قلاص فاضل عشر مباراة بس على نهاية الدوري وهو ده الهدف الأهم من قريء لبرفول السنانية صحيح أستاذ عادل كرايم لو سألتك أخيراً عن توقعاتك النتائج النهاردة سواء في الكلاسيكو وانت أغطي لي ما فيش توقعات بس هسألك وردو تانية على توقعاتك وكمان على مباراة واتفورد النهاردة قصد لابرفول الإنجليزي يمكن الكلاسيكو سألتك لكن أعتقد الفورد الكويسة جداً اللي نال ميسي ممكن تعمل الفرق يمكن هي اللي تصنع الفرق النهاردة اللي صالح برسلونا لأنه ما شاهده ستصوره معالية جداً جداً صحيح يمكن هاترك واسست صحيح وفي مباراة اللي بكل أعتقد اللي بكل يقدر من نواحها المكسب وسيتي أعتقد عنده ويستهام برضو أعتقد مدناول سيتي نواية طريقة صحيح بشكرة جداً دكتور عادل كريم ناقد الرياضي